تحول ملكة او احدى ملكات جمال النمسا الى متهمة او مجرمة وطبعا التحقيقات لسه شغالة ملكة جمال وزوجة شرطة نمساوية تخنق بناتها بوسادة ثم تصوب مسدس على الى رأسها دي ملكة الجمال اترت بناتها منفصلة عن جزها جزها ضابط شرطة وانتحرت يقال انها انتحرت وهم مش عارفين هل هي انتحرت ولا حد الموضوع كان في اعتداء عليها يعني طبعا حاليا كل المؤشرات تشير الى ان قامت هي بقتل بناتها بعمر الخامسة والثامنة يعني الله هيك يرحمون هدوله كما يقالوا من طيور الجنة يعني يكونوا والام على ما يبدو قامت بالانتحار بمسدس وجد حاليا كل المؤشرات تشير الى انهم مسدس وجد بجانب الجانية كل المؤشرات حاليا تشير الى عملية قتل وانتحار طبعا التحقيقات بيقول لك انه انه هي المرأة كانت طبيعية وما بتعاني من اي مشاكل وكانت من زوجة من شرطة نمساوية منفصلين من اربع سنوات وكانت فاعلة بالمجتمع وعندها بيت يعني اللي فهمنا احنا بتقول بيت جميل جدا يعني هاوس عندها فعليا كما يقال هاوس ومستقلة بحياتها وامورها ممتازة فجأة حصل فيها هذا الاعتداء بصراحة يعني كان شوي شيء مؤلم للغاية يعني فبالتالي فبالتالي بصراحة فعلا يعني شيء شيء الواحد ما بيقدر انه يصدق هذا الطريقة وهذا الاسلوب اللي اللي تمت به الحالة الاجرامية هاي يعني فشيء مؤسف بصراحة انه يكون فيه اجرام من هذا بهذه الطريقة يكون فيه يعني عنف بهذه الطريقة اطفال 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 امهم تقوم تخنقهم بهاي الطريقة فعلا شيء مؤلم فعلا شيء مؤسف للغاية فعلا شيء الواحد ما بيقدر يتخيله ويتصور انه كيف ام ممكن تقوم يعني انه هاي الوحشية بصراحة هاي الوحشية يعني فعلا كيف الواحد ممكن كيف ممكن كيف ممكن يتقبل الواحد فعلا شيء وحشي شيء مطبيعي بس ده طبعا لو فعلا ثبت ان هي اللي قامت بالعمل حاليا كل المؤشرات حاليا كل المؤشرات تشير على انه فعليا الوضع بصراحة يشير على انه هناك جريمة هي جريمة بكل المقرد بس احنا بتدور على الجاني من الذي قام بالفعل هل هي تم الاعتداء عليها وتم بناتها وقت لها ولا هي اللي انتحرت